نتكلم عن الميلان لما كان بعض أوروبا ومعنا النهاردة واحد من نجوم الميلان واليوفي الحقيقة باولو فريدس نجم الكرة الإيطالية ونجم منتخب إيطاليا هو ضفنا فيه السادسة كلام على المركات الحقيقة المفاجئة اللي بيحصل في اللحظات الأخيرة في الكالتشو الإيطالي والكلام أيضا عن السوبرليج الأوروبي اللي عاد من جديد ويبدو أن الأرقام المعروضة دي واللي أعتقد أنها هتكون فعالة جدا في مواجهة الأندية الأوروبية الأزمات اللي اتعرضت لها اقتصاديا على المستوى لسنوات الأخيرة احنا بنتكلم على مقدمات يعني مجرد المشاركة بصرف النظر عن التتويج وعن المركز اللي هيحصل عليه الأندية في البطولة بنتكلم على ثلاثة أندية زي الباين وزي برشلونة وزي الريال 270 مليون يورو ومعظم الأندية بتكلم في متنات 210-214-220 مليون يورو شيلسي، اليوفي، مانشستر سيتي، مانشستر يونيتد، باريس سان جرما أقل نادي هو أتلاتكم مدريد بنتكلم في 135 يورو وأعتقد أن المبالغ والأرقام دي هتثير شهية الأندية الأوروبية خلينا نستقبل باولو فريدس على شاشة الأهلي في السادسة طبعا بداية أهلا بك وشكرا على مشاركتك معنا شكرا لكم شكرا على توجيه دعوة لباولو فريدس أنا سعيد لتوجوده على شاشة قناة النادي الأهلي الحقيقة من ويحنا بنحضر للقاء ومن أول ما ظهرت على شاشة الستوديو وأنا لفت نظري ولفت نظري لكل الزمل الموجودين في الستوديو التيشرت اللي أنت لابسها أنا قدرت أتعرف على بعض اللاعبين أو الشخصيات اللي على التيشرت منهم أعتقد التاني من الشمال من فوق روت خوليت شفت مشوية ميشيل بلاتني شفت يوهان كرايف تكلمني بس الأول عن قصة التيشرت دي قبل أي شيء أن تذكرت أسماء عظيمة وزيلا السياة العظيمة الذي تتواجد على هذا التيشرت ليس هناك أفضل من هؤلاء هم من صنعوا قرة القدم وسيظل عزماء هذا التيشرت قام بهدائي هؤلاء اللاعبون كانت الفكرة لكل هؤلاء العزماء وبوستكس لكن دعنا أقول لك أن هذا التيشرت ينقصه فقط محمد صلاح لأنه أسطورة وأستحق أن يتواجد من هؤلاء هل تعتقد أن محمد صلاح قادر على أن هو يحصل لقب الأفضل على مستوى العالم السندي بالنسبة لي هؤلاء اللاعبون هم الأفضل وأعتقد أن أيضا صلاح يستحق أن يكون بين هؤلاء لأن صلاح ترك بسمة عظيمة وبسمة حب كبيرة هنا في إيطاليا وما زال يتركها وسيترك العظيم من الأسر يستحق أن يكون الأفضل بمناسبة العزماء في كرة القدم البرازيل قدمت للعالم كله بيليه الأرجنتين قدمت مارادونا ألمانيا قدمت فرانس بيكينباور وغيرهم من النجوم من وجهة نظرك الأعظم في الكرة الإيطالية باولو روسي روبرتو باجيو فرانسيسكو توتي عليساندرو دل بيرو من من وجهة نظر باولو فريدس الأعظم على مستوى الكرة الإيطالية لديه جا دي أنتزا كار فرانسيسكو توتي وقلت ريبرتو باجيو ودل بيرو وجاني ريفير وجاني ريفا وستورة من السطير كالياري جاني ريفا لدى رقم كياسة عزيم هم كسيرون وكسيرون لا ريدا نقول إسماء وإسمائن لكن بالنسبة لي إذا كنت تريد أن تعرف الأفضل والأفضل هم من يوجدون الآن على هذا التشير خلينا ننتقل معك لملف الميركاتو والحقيقة البداية مع اليوفي اللي الحقيقة يمكن كانوا صفقتين مفاجأتين لعشاق اليوفي على مستوى العالم كله رحيل باولو ديبالا واحد من أهم من جوم الفريق إن لم يكن الأهم ورحيل ديليخت طبعا اللي انتقل من اليوفينتوس لباير ميونيخ طبعا ديبالا اللي صالح انتقل لإياس روما نتكلم على صفقتين دول بداية هل توقعت رحيل نجم بحجم وقيمة باولو ديبالا لصالح روما بالنسبة لي رحيل ديبالا كان متوقع من جميع وكولات الأعلام في إيطاليا لأن اليوم الذي فشل فيه المدير الرياضي لليوفي بالحصول على التوقيع باولو ديبالا كانت هذه هي الوقت والتوقيت الذي حدث فيه عدم تجديد باولو ديبالا لا توقع ديبالا نعم كنت متوقع ديبالا لكن ديبالا ذهب إلى روما من أجل مورينيو وهذا يحسب للمدرب البرتغالي أعتقد سوف ينجح مع روما بالنسبة لليوفي أعتقد أن اليوفي قام بعمل مركاته عظيم هل تتوقع أو ترى أنه تعويض الصفقتين دول أو رحيل النجمين دول بعودة بول بوك بمرة تانية لليوفي وانتداب خدمات الدولة الأرجنتينية الدمارية هل ممكن يعوضوا ويساعدوا اليوفي في الموسم القادم على المنافسة على الألقاب سواء محليا أو قريا بالنسبة لي أعتقد أن اليوفي قام بقلب عديد من اللاعبين العظماء وأعتقد أن اليوفي قام بالتعاقد مع بوك با وتعاقد مع آنخي ديمارية لأن ديمارية لدي الخبرة وهذا ما قام به المدير الرياضي لليوفي قام بقلب اللاعبين لديهم خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي وفي الدوريات الأوروبية أتحدث عن بوك با لأنه كان يلعب في اليوفي وتحدث أيضا عن أنخي ديمارية لوكاكو عاد مرة أخرى إلى الإنتر والروما بعد تحقيق لقب الكونفرنس ليج انتدى بالحقيقة واحد من أهم من نجوم الدوري الإيطالي هو باولو دي بالا اليوفي حاضر في كل مناسبة والميلان هو البطل المتوج كيف ترى المنافسة في الكلشو في الموسم القادم ومن هو الأقرب إلى اللقب من وجه نظرك؟ بالنسبة لي رائع رائع الدوري الإيطالي النسخة القادمة ستكون رائعة وستكون عظيمة كما ذكرت عودة لوكاكو ستكون هناك حزوز عظيمة للوكاكو مع الإنتر لأن اللوكاكو لم ينجح في تشيلسي ويرود أن ينجح مع الإنتر الإنتر كان قريبا من الفوز بلاكا بلسكودتو واعتقد أن الإنتر سيقاتل وسيكون المرشح الأول بالفوز لسكودتو لأن الإنتر والمدير الرياضي ماروتا يقومون بعمل عظيم أما بالنسبة للميلان الميلان كما بعمل مركاته ليس سيء لكن الميلان لديه قاعدة كبيرة قام ببناء استفانو بيولي منذ السنوات عديدة ماضية وأعتقد أن شخصية الميلان لا يريد دفع العديد من الأموال ولكن قام بعمل حركات عظيمة في المركاته هذا بفضل ماتسارة وابباولو مالديني الأندال إيطالية الكبيرة الأندال إيطالية اللي يمكن إحنا ذكرناهم دلوقتي سواء الميلان أو الإنتر أو اليوفي أو روما وخصوصا روما تحت قاعدة موريني وبعد نجاحه في تحقيق بطولة الكونفرنس ليج هل بتشوف أنه مع قوة الحقيقة أنا بشوف أن الدوري الإيطالي استعاد جزء كبير جدا من قوته ومن بريقه في السنوات الأخيرة هل بتشوف أنه الانتدابات دي هل بتشوف أنه مستوى الكرة في الدوري الإيطالي يساعد أي من الفرق الأربع دول على المنافسة على الألقاب الأوروبية وتحديدا لقب الشامبيونز ليج للأسف سنوات عديدة لم يحدث أن يفوز الفريق إيطالي بدورة بتالي أوروبا البطولة المفدلة لأن الإنجليز في الأيام والأعوام الماضية كانوا أفضل منا والأنديا الأسبانية أنا أشعر بالخزل عندما أتحدث عن هذا لكن لدينا مشاكل عديدة داخل أرواحة الاتحاد الإيطالي يجب أن تنهد إيطاليا ويجب أن ينهد الفرق الإيطالية لكي نعود أقوى وكي تعود الفرق الإيطالية لكن أنت ذكرت مورينيو بفوز بالكونفرنز ليج قد ينافس على الألقاب أوروبا ليج لأن رمضا لن تشارك في الشامبيونز ليج لكن بالنسبة للفرق الأخرى الكبرى أتمنى في أوروبا أن يفوزوا بالشامبيونز ليج فريق إيطالي تقارير كتير تكلمت عن عدم رغبة كريستانو رونالدو في الاستمرار في مسيرته مع المان يونيتد وربطت اسم رونالدو بعدد كبير جدا من أندية أوروبا سواء بالإيجاب أو بالسلبي يعني منها باير ميونيخ منها بي أجي وغيرها من الأندية منها حتى فريق أتلتكو مدريد اللي ظهر على اسمه بيتردد يعني على الساحة مؤخرا من وجهة نظرك ليه ما حاولتش أي من الأندية الإيطالية الكبيرة اللي عندها رغبة أنها تعود لمنصات التتويج على مستوى أوروبا في انتداب الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو لا أعرف حقيقة لكن السبب الأكبر كان يكون السمن البائز والكبير لكريستانو أعتقد هذا لأن كريستانو بالرغم من منور العديد من السنوات والمكدل الذي سنعه كريستانو لكن ما زال لديه العديد الذي يقدمه لكن بالنسبة لي في إيطاليا لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة أن تقوم بقلب بلاعب كريستانو رونالدو تريد العديد من الأموال وهو السبب الكبير الذي يجعله يرحل من البيان كونيرو إذن عودة كريستانو لإيطاليا ستكون صعبة رأيك في تجديد الميلان لإبراهموفيتش تقييمك لدور زلطان إبراهموفيتش في تتويج الميلان ببطولة أو بالنسخة الأخيرة من الدولي الإيطالي ورأيك في تجديد دورة الميلان للموسم جديد بالنسبة لي أعتقد أن تجديد التعاقد مع زلطان إبراهموفيتش خطوة جيدة وعظيمة من إدارة الرسونيري لأن إبراهموفيتش لدي العديد ليقدمه رغم تقدم عمره مع فريق الميلان لأن لدي منتاليتي عقلية كبيرة وعظيمة عقلية لاعب كبير ويساعد أيضا زملائه تجديد التعاقد مع إبراهموفيتش ليس فقط داخل الملعب ولكن أيضا خارج الملعب إبراهموفيتش ستكون صحباته كبيرة مع الميلان أيضا العام القادم السؤال الأخير مرتبط بكسر عالم للأسف الشديد هنفتقد توجد المنتخب الإيطالي فيه مين من وجهة نظرك المنتخبات الأبرز أو الأكتر حظوظ للتتتويج بلقب كسر عالم 2022 يقول عدم نعب إيطاليا كأس عالم أخر هو خبر صدمة لنا كلنا كل الإيطاليون وكل الإعلام الإيطالي وكل الميديا لكن السبب الكبير هو جورجينيو أتمنى أن يكون سعيدا الآن جورجينيو جورجينيو قام بمفاجهة الجميع نحن كنا أبطال اليورو وكنا نستحق أن نلعب كأس العالم لكن كرة القدم لديها أشياء ليست جميلة واحدة منها عدم تأهل إيطاليا لكأس العالم وواضح أنه جورجينيو هيفضل يدفع تمن إهضاره لرقلات الترجيح مع منتخب إيطاليا بشكل كبير خلينا أسألك عن السوبر ليج والكلام العودة مرة أخرى الحديث عن فكرة السوبر ليج في أوروبا والكلام على المكافآت أو عن المقدمات التي ممكن تستفيد مقدمات المالية والحوافز التي ممكن أنها تفيد الأندية التي تضررت بشكل كبير جدا بسبب أزمات اقتصادية عانى منها العالم كله أبرزة طبعا فترة الكورونا الكلام على أنه مثلا فريق زي ريال مادريد 270 مليون يورو للمشاركة باير ميوريخ 270 مليون يورو باشلونة 270 أتلاتكم 135 شلسي 227 اليوفي 224 مليون يورو اليونايتد 221 باريس 217 منشستر سيتي 214 أرقام فلكية هل من وجهة نظرك الأرقام دي ممكن تساعد على إحياء الفكرة مرة تانية وعلى قبول الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة أين كانت العواقب أنا أعتقد وأتمنى ولدي فضول كبير لكي أرى هذه الأرقام الفلاكية تدخل خزائن الأندية الإيطالية لكن أعتقد وأتمنى أن يتم تحقيق هذه الأموال وأن تقوم وطلع بهذه البطولة بطولة سوبرليك لأنها ستدخل وستدخل العديد من الأموال داخل الأندية الإيطالية لا عندها كبيرة مثل ريال مادريد وبايرنميوني ليسوا بحاجة للمال لكن نحن الإيطاليون بحاجة عن تدخل هذه الأموال خزائن الأندية الإيطالية باولو فريدس نجم اليوفي والميلان ومنتخب إيطاليا كل الشكر لك على ظهورك معنا على شاشة الأهلي ومشاركتك معنا في السادسة ده كان باولو فريدس واحد من أساطير الميلان واليوفي في الفترة التي كانت الكرة الإيطالية الحقيقة وكل أنديتها موجودة بشكل كبير جدا على مستوى المنتخبات والأندية على منصات التتويج السادسة مستمر معي